در الإفتاءة المصرية مبارح أعلنت أنه النهاردة هيكون أول أيام شهر شعبان كل سنة وحضراتكم طيبين وطبعا زي ما كلنا عارفين شهر شعبان من الشهور اللي ليها فضل كبير جدا وفيها بترفع الأعمال إلى المولى عز وجل وفي الحديث الشريف فيما معناه قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن كثرة صيامه في شهر شعبان قال هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم اللهم تقبل يعني شهر شعبان ليه فضاء العظيمة وفيه روحانيات بتقربنا من شهر رمضان الشهر ده بيكون فيه تأهب واستعداد لشهر رمضان من خلال الصيام والصلاة والدعاء وسلة الأرحام وغيرها من أعمال الصالحة ربنا يتقبلها من كلكم يا رب يا رب وزي ما أنت قلت كده فعلا بنستعد لشهر رمضان ما فيه شك طبعا نحن بنكون مقصرين في جوانب كتير جدا من العبادة لكن بيجي شهر رجب وشعبان بنستعد فيهم طبعا لشهر رمضان بكثرة الصلاة بقيام الليل نحاول قدر الإمكان نحاول ندرب نفسنا واحدة واحدة على الصيام شهر شعبان طبعا فيه ليلة مباركة وهي ليلة النصف من شعبان بيستحب فيها الاكثار من الطاعات والعبادة لأنها ليلة بيستجاب فيها الدعاء وفيها تم تحويل قبلة المسلمين من بيت المقدس إلى البيت الحرام ده طبعا إكراما للمصطفى صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ربنا يتقبل من الجميع الطاعات ربنا يتقبل من الجميع العمال الصالحة ويديم علينا أيام الخير وأيام البر وأيام الطاعات صباحكم زي الفل صباح الخير يا مصر